انظروا ما يقع كيف لا تتحرك النفوس كيف لا تهتز القلوب كيف يهدأ الناس وجزء مهم من اجزاء هذا العالم الاسلامي يئن ويصرخ ولكن للأسف كما قال الشاعر ربما رب ومعتصماه انطلقت ملأ افواه السبايا ليتمي صادفت اسماعكم لكنها لم تصادف نخوة المعتصم لم تصادف كم من حرائر فلسطين صرخن في الاسبوع الماضي هل رأيتم حرائر فلسطين في بيت المقدس وقد نزعت حجبهن من على رؤوسهن هذه اي اهانة اكبر من هذه هل بقي بعد ذلك لهذه الامة الاسلامية شيء يمكن ان تدفع به هل بقي لها شيء من الخجل وهي ترى النساء العفيفات الطاهرات في بيت المقدس واكناف بيت المقدس وقد تكون احداهن حفيدة مغربي هناك لان في فلسطين كما تعرفون تاريخ مغربي مشرف في فلسطين عندما كان الصلاح صلاح الدين الايوبي عليه رحمة الله عندما اراد ان يحرر بيت المقدس من الاستعمار والاحتلال الصليبي انذاك بعث برسالة الى سلطان المغرب الموحد انذاك وكان مشغولا بحرب الصليبيين ايضا في المغرب ومع ذلك اقرأوا التاريخ ايها الشباب اقرأوا التاريخ حتى لا تزور عليكم الاحدار بعث له المنصور الموحد عليه رحمة الله بمساعدات وبسفن حربية وبمقاتلين ولان صلاح الدين الايوبي كان قد سمع عن بأس المغاربة وعن شدتهم في القتال لان شبابنا كان مختلفا تماما لم يكن شباب اللعب وشباب الشاطف على الانترنت وشباب الله في الدروب والازق مع الفتيات كان شباب المغاربة شبابا قويا مدافعا منافحا يعرف القضايا التي تستحق ان يموت من اجلها ولذلك صلاح الدين الايوبي عليه رحمة الله علم ان هؤلاء الجنود المغاربة بالذات في مستوى عال من التدريب ومن الايمان لان الايمان قبل التدريب وما تغلي الخير الكرام ولا القناة اذا لم يكن فوق الكرام كرام فوضع المغاربة في المقدمة وعندما انتهت المعركة خصص لهم حيا بجوار بيت المقدس يسمى حيا المغاربة هو الذي يداس اليوم يوميا يوميا يدخل الصهاينة اليوم الى بيت المقدس عبر باب المغاربة وعبر حارة الربما تسمعون حارة المغاربة في القدس فلا تعرفون ما العلاقة العلاقة هي هذه هذا الحي كان يسكنه المغاربة وعندما وجدوا انفسهم في بيت المقدس فضلوا ان يعيشوا هناك ومكثوا هناك وما زالت ذريتهم هناك بعض العوائل ما تزال الى الان في فلسطين تحمل اسماء عائلية مغربية تاريخنا اذا في فلسطين ليس شيئا جديدا او طارئا لذلك واجب اذا على الامة الاسلامية ان تتحرك واجب على الاقل اذا لم نكن الجيل الذي يحرر بيت المقدس على الاقل ان ننقل هذه الجذوى الى ابنائنا وربما الى احفادنا لدينا يقين جازم ان الحق سيعود الى اهله بكل المعايير ولكن هل يكون غدا او بعد غد او الذي بعده هذا امره موكول الى الله عز وجل المهم ان نحافظ على هذه الجذوى ان لا نزور التاريخ والجغرافيا لان هناك تزويرا خطيرا للتاريخ وهناك ايضا تزوير خطير للجغرافيا وتزوير خطير للثقافة فينشأ الشباب اليوم يشعرون ان ما يسمى اسرائيل كأنها دولة طبيعية عادية وكأن هؤلاء الفلسطينيين مجموعة من الشباب مشاغبون همهم ان يلقوا بالحجارة على هؤلاء الصهاينة وان الوضع امر عادي ويستمر الامر كأنه شغب يقع في اي دولة من الدول فتخرج الشرطة وتطلق الغاز لادخال هؤلاء لبيوتهم وانتهت القصة لا القضية قضية احتلال القضية قضية ظلم هؤلاء اخرجوا من ديارهم والله عز وجل تحدث عن الاخراج من الديار لا سيتم ان توليتم ان تقطعوا ارحمكم هناك تقطع للارحم في فلسطين الان تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالثم والعدوان قتل النفس والاخراج من الديار مترابطان من اخرج من ارضه ابعد عن بلده كيف تريده ان يعيش مطمئنا هادئا حتى يعود الى حقه ويعود الى ارضه لذلك وجب ايها الاخوة على الاقل ان نحافظ على هذه الجذوة من خلال ندوات لقاءات محاضرات الاعلام ايضا خان القضية الاعلام في معظم بلاد المسلمين منذ متى انا اسألكم سؤالا منذ متى رأيتم في قناة من قنوات المسلمين دعك من القنوات العالمية الكبرى التي لا تتبع للحكومات منذ متى رأيتم شيئا عن قضية القدس وفلسطين في ذكرى الاسراء والمعراج كانت القنوات عادة ما تتناول قضية الاسراء والمعراج ويجرها الحديث ولو من غير قصد الى الحديث عن قضية القدس وفلسطين لكن منذ سنوات ما عدنا نسمع ولا كلمة ولا كلمة في برنامج حواري او نقاش عن قضية فلسطين وخطورة الامر هو ان عدم تناول هذه القضايا سيجعلها قضايا ثانوية لاهتمام بها ويسكت الناس عنها نحن ايضا عندنا قضية سبتة وامليليا لكن عندما سكت الناس عنها ومضى عنها الان يعني مئات السنين اكثر من ستمائة سنة لاحتلال سبتة وامليليا فكأن الامر صار طبيعيا وصار عاديا وما عاد احد يتحدث عن قضية سبتة وامليليا هكذا يراد لقضية القدس ايضا ان تصير بحيث يسكت الناس عنها ولا يتناقش ولا يتحدث عنها ويأتيك بعض امثال الكتاب ليقولوا وما شأننا بقضية فلسطين قضية فلسطين تهم الفلسطينيين لا قضية فلسطين اية من قرآننا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم لا بد اذا من احيائها في النفوس لا بد من نشر ثقافة فلسطين وقضية القدس في نفوس ناشئة ونعلم ان المستقبل بحول الله تعالى مهما فعل الفاعلون فانه فان الحق لا بد ان يعود الى اهله وقد قال الله عز وجل ان الارض يرثها عبادي الصالحون اقول قولي هذا ايها الاخوة واستغفر الله لي ولكم انه والغفور الرحيم